الفلسطينيون الذين يعيشون في مسافر يطى ومحيطها في جنوب الضفة تحديات كبيرة كالعيش في خوف دائم من الإجلاء والتعرض لهدم منازلهم ومنع المياه عنهم وتقييد تحركاتهم بالإضافة إلى التعرض للعنف من قبل المستوطنين حيث تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضغوطا كبيرة على أهالي مسافر يطى لكي يغادر المنطقة مما يرقى إلى كونه تهجيرا قصريا وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني يعني يواجه السكان في منطقة مسافر يطى جنوب الضفة الغربية المزيد من الإجراءات التصعيدية من الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة بتضييق الخناق على تحركاتهم هدم منازلهم إقامة المزيد بالنقاط التفتيش العشوائية وقطع المياه عنهم منذ أن صدر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في العام الماضي بإعلان منطقة مسافر يطى لأنها منطقة عسكرية منح ذلك الغطاء القانوني لعمليات التهجير وبالتالي أطلق رصاصة الرحمة على السكان وهذا يعني أنه من المتوقع أن نشهد في الأيام القادمة والأسابيع القادمة المزيد من هذه عمليات الهدم والإجلاء القصري للسكان كل شيء يحدث في مسافر يطى لا يتكلم عن الإعلام سواء الإعلام الخارجي أو الإعلام الإقليمي فلأجل ذلك قمنا بهذا المؤتمر من أجل توضيح ما يحدث من معاناة من تهجير قصري للسكان المتواجدين في مسافر يطى من هد بيوت من استحواذ والاستلاء على المراعي الموجودة هناك أيضا من هدم أبار التي يحتاجها المزارعون هناك وهذا أثر بصفة كبيرة على الجانب النفسي والصحي للسكان هناك حياة باتت لا تطاق وآثار وتدابير قصرية متزايدة على الصحة الجسدية والنفسية للمواطنين في مسافر يطى التي تضحت جليا من خلال جولات العيادات المتنقلة التي تقدم فيها الرعاية الطبية من قبل أطباء بلا حدود بما في ذلك الرعاية النفسية لأهالي مسافر يطى منذ عام 2021 منظمة أطباء بلا حدود في بيانها الختامي دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وضرورية لحماية سكان مسافر يطى وضمان احترام حقوقه سندس أحمد تلفزيون فلسطين عمان ترجمة نانسي قنقر